مع تخفيف دول العالم القيود التي فرضتها جائحة كورونا برزت مخاوف جديدة من موجة ثانية من الفيروس ربما تكون أكثر شرصة من الموجة الأولى التي خلفت ألاف الضحايا منذ ظهورها في ديسمبر الماضي في الصين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن الفيروس لا يزال يتصارع حول العالم متوقع أن تدوم أثاره الاقتصادية والاجتماعية لعقود قادمة كما دعا إلى استجابة سريعة وموحدة للتعامل مع الوباء والاستعداد بشكل أكبر لمواجهة أمراض أخرى قد تهدد ملايين البشر في المستقبل مدير المنظمة قال أيضا أنه لا يمكن هزيمة هذا الوباء بعالم منقسم مشيرا إلى أنه لا تستطيع أي منظمة أو بلد أن يحارب هذا الوباء وحده مؤكدا في الوقت نفسه أن تسييس الوباء أدى إلى تفاقمه من جانبه قال رئيس الجمعية الأوروبية لطب العناية المركزة أن مستشفيات الاتحاد الأوروبي تستعد لموجة ثانية من العدوى عن طريق تدريب أفراد احتياط وجعلهم أكثر قدرة على الحرقة والعمل مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى جيش للرعايات المركزة في هذه الأثناء قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنها تواجه موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد تتركز حول العاصمة كثيفة السكان مشيرة إلى أن بداية هذه الموجة كانت عطلة إسبوعية في بداية شهر مايو الماضي مخاوف الموجة الثانية من الفيروس تزايدت أيضا بعد اكتشاف موجة جديدة من الإصابات في الصين والتي ارتبطت بسوق شنفادي للسلع والمواد الغذائية بالجملة في بيكين الأمر الذي جعل الصين تشدد من قيود كورونا من جديد وتغلق عشرات الأحياء والأسواق حتى يتم السيطرة على تلك الموجة ويتوقع خبراء أن تكون الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الخريف المقبل خلال استفاقة العدوى الفيروسية خصوصا في ظل غياب لقاح أو علاج لفيروس كورونا حتى الآن